البداية من عند نجمنا المصري محمد صلاح لعب منتخبنا ونجم ليفر بول اللي كان ليه تصريحات وحديث هام لموقع فريقه عن موقف الرادز من المنافسة على الدوري الانجليزي والدوري الاوروبي للموسم الحالي قبل مواجهة منشستر سيتي المهمة جدا غدا صلاح قال ان الرادز يجب ان يقوموا بمحاولة مناسبة لحظ لقب البريمير ليج في الموسم الحالي بينما يواصلون سعيهم لجمع المزيد من الجوائز وردا على سؤال ما هي النصيحة التي كان يتمنى ان يتلقاها عندما كان صغيرا قال صلاح العمل عقليا وذهنيا لان العمل ذهنيا اصعب بكثير من العمل جسديا باتفق مع صلاح مليون في المية دايما اي لعيب كورة عنده موهبة واي لعيب كورة عايز يوصل لابعد نقطة لازم يبتدي من المنتاليتي او من طريقة التفكير دايما موهب كتير جدا زهرت واختفت ومحدش حس بيها وياما لعيبة كتير جدا زهرت ولمعت وما عندهاش الموهبة ولكن لعيبة مجتهدة زي رونالدو تيجي تسأل الناس الفرق بين رونالدو وميسي ميسي حباه الله موهبة مش هيجي زيها تاني مخ ميسي سابق عقل البني ادم الطبيعي بجزء من الثانية تشوف ميسي هو بيعدي بين الخطوط ما بين خمس ستة لعيبة الريفليكس بتاعه لما اللعيب بياخد رد الفعل او لما اللعيب بيجي يدخل على ميسي تلاقي ميسي اصلا عدة دي موهبة من المول عز وجل رونالدو حط لنفسه ارقام وقال انا هكسرها صلاح اشتغل على العقلية او المنتاليتي والناس اللي اتريعت عليه واتكلمت عن صلاح والله ما هتعرفه امتو غير لما يبطل طيب وطبعا بسؤال صلاح عن اذا ما كان يتخيل الاهداف اللي بيقوم باحرازها قال ان 90% من اهدافي كانت بطريقة التخيل لان انا كنت بتخيل الهدف الاول انت فقط تتخيل ما تريد ان يحدث وده على فكرة كلام العلم اللي هو قانون الوف اتراكشن او الجاذبية دايما لما تفكر بشكل ايجابي او تفكر ان انت هتوصل للحاجة دي ويبقى عندك يقين من المولى عز وجل ان انت هتوصل لها بتوصل لها ما فيهاش كلام لو انت عايز توصل لحاجة ومتخيل ان انت هتعرف توصل لها وبتشتغل عليها 100% انت هناك ده كلام ربنا وكلام العلم وكلام منطقة يا ابو صلاح وبنتفق معك 100 مليون في المية طيب عايزين بقى نروح لخبر مهم برضو من صحيفة ماركا الاسبانية اللي اكدت ان ريال مدريد بيخطط لتقديم الفرنسي كليان امبابي نجم باريس سانجرما في الاسبوع الاول من يونيو المقبل واستبعدت الاعلان عن تعاقد ريال مدريد مع امبابي في الاسابيع المقبلة مع استمرار الميرنجي وباريس سانجرما في المنفسة على لقب الشامبينز ليج واوضحت ماركا ان في حال عدم تأهل ريال مدريد او باريس سانجرما لنهائي دوري ابطال اوروبا فانه من الممكن ان يكون الاعلان عن الصفقة في ذلك الاسبوع وعلى فكرة ده حديث الساعة دلوقتي في اوروبا الناس كلها مستنية تشوف اللقطة ايه اللي هيحصل امبابي رايح فين امبابي جاي منين خلاص الموضوع بشكل شبه رسمي حسم والناس مستنية الاعلان الرسمي عن الصفقة